هي ليلة طويلة من الترقب ومن الغارات أيضا فبعد انتهاء الهجوم الإيراني كان في حالة خوف وهلع بين اللبنانيين هنا من أن فعلا تستهدف المناطق البقعية بشكل خاص غارات إسرائيلية هذا فعلا ما حدث إلى جانب طبعا ما كنا نتبعه سويا بموضوع الضحية الجنوبية غارات عديدة سجلت خلال ساعات الليل وحتى استفقنا في الخامسة صباحا على صوت غارة قوية جدا هنا في المنطقة تلتها كذلك غارة ثانية بعدها بساعة تقريبا الغارات استهدفت مناطق في بعلبك وكذلك أيضا في الهرمل تحديدا منطقة بريتال ببعلبك وبلدة العين في بعلبك هتين المنطقتين تستهدفان بشكل متواصل من جانب القوات الإسرائيلية مدامة هذه المناطق أو هذه البلدات تستهدف دائما من القوات الإسرائيلية هل هناك إجلاء لسكانها؟ هل هناك حركة نزوح كاملة من هذه البلدات التي تستهدف؟ عدد كبير من أهالي هذه البلدات خرجوا منها لسيما هنا إلى منطقة البقاع الأوسط في عدد كبير مثلا من أهالي بريتال باتوا موجودين ضمن المراكز والفنادق إلى جانب كذلك البلدات الأخرى بالنسبة لبلدات بعلبك الداخلية ميسون وجهة النزوح باتجاه البقاع الشمالي بشكل خاص تكون منهم من يأتون إلى البقاع الأوسط أيضا ولكن بالبقاع الشمالي هناك مراكز أخرى في راس بعلبك والفاكهة والجديدة هذه أيضا مراكز مخصصة لاستقبال النازحين ومنهم من يأتون لأنه نحن نتحدث أحيانا عن غارات قريبة جدا ولو كانت تعتبر بالبقاع الشمالي هي أقرب للبقاع الأوسط وبالتالي أهالي هذه المناطق تحديدا كبريتال كما قلنا يتوجهون مباشرة إلى البقاع الأوسط أشير كذلك ميسون إلى أن غارتين استهدفت منطقة في البقاع الغربي منطقة سحمر أيضا تسهدف بشكل كبير تقريبا كل يوم منذ بدء التصعيد على البقاع بشكل خاص فحصة البقاع الغربي تكون كذلك كبيرة من ناحية الغارات تماما كما يحدث في البقاع الشمالي فعليا توقفت الغارات مع الهجوم الإيراني ولكن قبلها بساعات كان في غارات مكثفة جدا 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 لا سيما مع الإعلان عن أنه قد يكون هناك هجوم إيراني مرتقب بدأت غارات كثيفة جدا على منطقة البقاع توقفت مع الهجوم ولكن عادت واستؤنفت بعدما قالت إسرائيل أنها ستنفذ غارات على كل منطقة الشرق الأوسط كان في حالة خوف كبيرة فجأة باتت الشوارع فارغة ميسون مع انتهاء الهجوم الإيراني هنا وكل الناس ذهبت إلى منازلها وصارت حالة الترقب سيدة الموقف وفعليا هناك ناس يتحدثون لنا يعني يتواصلوا معنا صباحا قالوا لنا أننا لم ننم ولا أي دقيقة هذه الليلة خاصة بظل طائرات الاستطلاع، الطيران الحربي، الغارات إلى جانب كذلك